يستمر اجتماع أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض في تركيا لانتخاب رئيس جديد ويطالب أعضاء الائتلاف المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لوقف الصراع في بلادهم وطالب عضو الائتلاف شامروي المجتمع الدولي بالضغط على نظام الأسد وتسليح المعارضة نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن فلا يمكن السكوت على ما يجري داخل سوريا خاصة في حمص لا نريد تسليح المعارضة فقط بل الضغط أيضا على النظام وأعوانه لوقف الحرب للمزيد معي الآن من اسطنبول أحمد كامل المنصق الإعلامي للائتلاف الوطني السوري المعارض أستاذ أحمد أهلا بك بداية يعني يفترض أن يجري اليوم حسم أو التوافق أو انتخاب رئيس جديد للائتلاف الوطني ونواب وأمين عام أنا وصلتم في هذا الطريق هناك عملية إجرائية يجب أن تتم أولا وهي تجري الآن تعديل النظام الأساسي لتشكيل هيئة سياسية تعرف بأن العدد أصبح كبيرا أصبح 114 عضوا فمن غير الممكن أن يجتمع كل هؤلاء مرة كل شهر سوف يكون هناك هيئة سياسية من حوالي 20 عضوا تقوم بالعمل الأساسي بإدارة الائتلاف الوطني السوري يجب أن هذه الخطوة وهي تتم الآن تعديل النظام الأساسي لتشكيل هيئة سياسية دائمة العمل بشكل متواصل مؤلفة من 20 عضو يمثلون كل تيارات داخل الائتلاف الوطني السوري بعد ذلك سوف يتم انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وإن لم يكن ذلك اليوم فغدا صباحا لكن غدا صباحا هو هذا الموعد الأخير لا يكون هناك أي تأجيل كان هناك اجتماع في ما يؤير الماضي وأجل ليوم أمس واليوم هو اليوم الثامن كنا نتوقع أن تتهي كل هذه الأمور اليوم وتنت تتحدث أستاذ أحمد عن اليوم الغدا هذا هو موعد نهائي من وجهة نظركم هناك أمل كبير بأن يتم هذا الأمر إن شاء الله اليوم ولكن إذا تأخر للغد فهذا ممكن إذا ما تأخر الغد وحسم موضوع الاغتيار توافقا أو انتخابا وتم التوسيع السياسية برأيك ما هي أبرز القضايا التي سينظر بها تحديدا هناك أيضا ملفات تتعلق بتشكيل الحكومة المؤقتة وكذلك الموقف من جنيف بنسخته الثانية نعم مسألة الحكومة المؤقتة وهناك مسألة تلح على الحاضرين هي الوضع في مدينة حمص يتم الحديث عنها كل ساعة في كل ما فتحنا موضوعا للنقاش يلح موضوع حمص وما يعد النظام لفعله في حمص والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في حمص ولذلك موضوع حمص يأخذ وقتا أيضا مهما من اجتماعات الحاضرين هنا وهناك العديد من الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها أو تم اتخاذ بعضها بالنسبة لدعم حمص بكل الوسائل الممكنة لدعم مدينة حمص فإذا هناك عمل كثير نعم تفضل نعم أعذرني باختصار من هو ربما الأوفر حذر الرئاسة لإئتلاف إذا كان هناك حصريا لبي بي سي هناك اسمين أحمد عاصي الجربا ومصطفى الصباق ولكن كما يقال في المباريات الرياضية هناك أوتسايدر ربما يكون هناك شخص ثالث يتم التوافق عليه في آخر لحظة ولكن حاليا هما هذين الاسمين هما في الميدان ولكن كما قلت في الرياضة هناك مفاجآت وفي السياسة هناك مفاجآت أيضا أشكرك من إسطنبول أحمد كامل المنصق الإعلامي للإئتلاف الوطني السوري المعارش شكرا جزيلا لك